لو أنت لحد دلوقتي ما بتستخدمش هذا النوع من المنصات يبقى فيتك كتير نرد حكلمك عن منصة سايدر إي آي وهي منصة بتشتغل كمساعد ذكاء اصطناعي أعتقد كنت تناولتها من قبل بس من فترة كبيرة جدا على القناة ولكن هذه المنصة هي الأخرى تتطور يوم بعد يوم بشكل سريع تعالوا نقولوا إيه هي سايدر إي آي سايدر إي آي هي منصة بتشتغل كمساعد ذكاء اصطناعي بتتيح للمستخدم إنه هو يجري أبحاث يولد محتوى يحلل صفحات وصور من المتصفح أو عبر تطبيقات مخصصة سايدر إي آي بيعتمد على نمازج كتيرة جدا جي بي تي وكلود سواء كلود 3.5 سونت أو هايكو جي بي ناي 2.5 برو أو فلاش أو سري أو أو فور مينيا عشان يحقق لك أعلى مستوى من الدقة والسرعة في إنجاز المهمة اللي أنت عايزها وجاية الاستخدام سهلة تسمح لك بالتفاعل الفولي مع هذه النمازج من غير ما تحتاج إن أنت تتنقل بين المنصات المختلفة بالنسبة للمميزات الرئيسية الموجودة فيه أولا هو بيشتغل كاي شات مساعدة كاستنوعي تستخدم الموديلز اللي تكلمنا عنها من قبل وكمان في حاليا التحديث الجديد وده السبب اللي خلاني أطلع أتكلم عنه أو أركز على هذه الجزئية هو ديب ريسورش إيجنت الديب ريسورش بشكل عام أصبح ميزة بتتنافس المواقع في استخدامها البحث العميق بقى مهم جداً لأنه هو بيركز على المعلومات الرئيسية وبيبديك تقارير التقارير دي مفصلة مع توسيق الاقتباس وساعد بيعمل لك نتائج بصرية تفاعلية داخل هذه التقارير أيضاً من ضمن المميزات سايدر AI أنه هو لي إضافة ممكن تضفها للمتصفح كروم أو إيج أو إلى سفاري البعض ممكن يسألني حتستفدي إيه من هذه الإضافة ممكن أن أنا أستفيد من هذه الإضافة عشان ألخص صفحة ويب أو مقاطع يوتيوب فيديو في ثواني يشرح لي نص معين أضلل هذا النص وأطلب منه أنه يعمله إكسبلين ممكن يعملي ترجمة لأكتر من خمسين لغة من غير مغادر الصفحة اللي أنا وقف فيها في أيضاً ميزة أخرى وهي الوايز بيز والوايز بيز مساحة كده بتنمو مع كل دفاع اللي أنت بتعمله نفترض أن أنت بتدور على مواضيع محددة في مجال معين وفي كل مرة بتدور أنت عايز تجمع هذه المواضيع تحطها في مكان أو سبيس منفصل في الحالة دي أنت ممكن تضفها في الوايز بيز مثلاً المسؤول عن الإي آي أو الوايز بيز المسؤول عن السوشيال ميديا أو whatever أنت الوايز بيز دي حتكون اللي بواها بيكلم عن إيه فأنت بتجمعهم كأنك كده بتعمل نوع من أنواع الورجانيزيشن داخل السايدر إي آي بالنسبة للنمازج المدعومة زي ما قلت لك أنت عندك نمازج كتيرة منها شاة جي بي تي 4.1 كلوز 3.5 سندوهايكو جيمناي 2.5 فلاش وبرو ديف سيك أروان ديف سيك فيرجان ثري لاما 3.1 أو ثري كل هذه النمازج موجودة داخل سايدر إي آي المنصة بتاع السايدر إي آي فيها بعض الأدوات الإضافية زي الإي آي فيديو شورتنر أو الإي آي إي سي رايتر بيساعدك في كتابة إي سي أو إي آي إيمج جنريتور باكجراوند ريموفر ويتشينجر بيشلك الباكجراوند بتاع السورة فوتو إيريزر تيكست ريموفر تحسين الجودة بتاع السورة إي آي ترانسليتر إيمج ترانسليتر بي دي أف ترانسليتر كل هذه الأدوات موجودة علشان تسهل عليك موجودة في مكان واحد بالنسبة لي سايدر إي آي ممكن يتوفر كتطبيق مستقل على أنظمة ماك أو أس ويندوز وآي و أس وأندرويد بالإضافة طبعا للإضافة اللي أنت ممكن تضيفها للمتصفح على كروم أو إيج أو سافاري حالا نشوف سايدر إي آي اللي بيستخدمه أكتر من 10 مليون مستخدم ويخد تقييم عالي جدا حوالي 5 ستارز وتعالا نشوف هذا المساعد للذكاء الاصطناعي الأداء بتاعه عامل إزاي متنعوش في أي حتة حتى نجعلكم مرة تانية ورجعنا لكم مرة تانية علشان نبص كده بصة سريعة على سايدر إي آي والكابابلتز بتاعته وقدراته من خلال الأدوات الموجودة فيه لو رحنا على الحاجات الجديدة الموجودة داخل سايدر إي آي بخلاف الشات مع النمازج المختلفة هللاقي الوايز بيز أعطتكم فكرة عنه في الديب ريسورج والجديد بقى هو السكولر ديب ريسورج السكولر ديب ريسورج هيبقى نعمل أنواع البحث الأكاديميك أكتر واللي بيركز على مصادر علمية موثوقة وعندي أيضا الشات بي دي اف تعال نخش على السكولر ديب ريسورج ونشوف إيه المتاح من خلاله أولا إحنا عندنا الجنرال اللي هو الديب ريسورج العادي والسكولر ديب ريسورج تقدر تعمل سويتش ما بين الاتنين زي ما أنت عايز طبعا زي ما إحنا شايفين هو ترستد باي ونفرستز كبيرة زي هارفرد زي أكسفورد زي كامبرج هنا حنبتدي إن إحنا نستخدمه يعني بتكتب الكويري بتاعه وزي ما قلتلك الديب ريسورج داخل سايدر اي اي بيتم بأرمع مراحل أول مرحلة مرحلة إنه هو بياناليسس بيحلل الكويري السؤال بتاعك الحاجة التانية بيسكان السورس بيبتدي يدور على المصادر يبتدي يعمل منها نوتس الحاجة التالتة وهو الديب ثينكينج يبتدي إنه هو يفكر بعمق في المعلومات الموجودة في هذه المصادر ويطلع الحاجات القيمة والحاجات التالت للحاجة اللي انت عايزها رقم أربعة وهو جينيريشن أو جينيريت الكونتنت في الآخر خالص هنا مثلا أنا ممكن أقول له هنا أنا عطيته بالأمر باللغة العربية اكتب بحثا أكاديميا من 1200 ل 1500 كلمة حول تآكل المعدن وطلب منه إنه هو يديني في المقدمة تعريف تآكل المعدن وتأثيره الاقتصادي نظرية كهروكيميائية ده بقى بالنسبة للباضي التفاعلات الكيميائية الأساسية أنواع التآكل أساليب الوقاية والتحكم الخاتمة فبقول له في الآخر استخدم لغة أكاديمية رسمية واستشهد بما لا يقل عن 5 مراجع علمية وارفق الأشكال أو الرسوم التوضيحية حيثما دعت الحاجة ده هنا البحث اللي أنا عايزاه يعملهولي وبعد كده حبتدي إن أنا أدوس انتر لاحظ إن أنت هنا واقف على الديب ريسورج سكولر حبتدي أدوس انتر وشوفه حيشتغل إزاي إنت ليك 30 نقطة بشكل يومي تقدر أن أنت تستخدمهم كل يوم بيتجددوا لك دول بيكونوا موجودين معاك في الخطة المجانية هنا بيبتدي يعمل لي ديب ريسورج بس هنا حيسألني الأول قبل ما يبتدي يعمل لي البحث شوية أسئلة هل هناك أي تنصيق معين يجب اتباعه للبحث أنا حقول له مثلاً السيتيشن يكون إي بي إي هنا بالنسبة هل ترغم في تضمين الأشكال قم بتضمين أشكال ورسوم توضحية أنا هنا بجاوب على الأسئلة اللي هو عطاهالي وهنا بيقول لك هل لديك تفضيل أو دراسة محددة هقول له خط أنابيب ستكون مركزة على ده في البحث وحدوس انتر يبقى أنا كده جاوبت له على الأسئلة اللي هو عايزها لأنه هو هنا عايز يتأكد انت عايز الفورمات يكون عامل إزاي انت عايز أركز لك على إيه هل عايز أشكال أو رسوم توضحية وبالطبع الحاجات دي كلها هتكون مفيدة وكمان هل انت عايز دراسة محددة فلو في دراسة محددة انت عايزها اكتب له لو حتى أي دراسة ثانية غير اللي هو عطاهالك طبعا هو هنا عطاني تأكل معادن في خطوط الأنابيب تحليل كيميائيا اقتصاديا وسلاميا من ناحية السلامة أنا هنا تناولت الموضوع باللغة العربية لأن كل الناس تقول لي ركزي على اللغة العربية بلاش اللغة الإنجليزية في الأوامر هنا هو بيبتدي حلل الكويري بعد كده ابتدى يعمل سكان للسورسز وكل المصادر اللي هو بيستخدمها موجودة عندي هنا عمل لها زي مكتبة بعد ما يعمل النوتس ويحدد النوتس اللي هو يعني طلحها من هذه السورسز يقدر يرجع لأي سورس من دول في أي وقت يبقى هنا ده السورسز عمل لها سكان وهنا النوتس اللي طلحها منها وبعد كده حيبتدي إنه هو يديب سينكينج ويبتدي يفكر ويطلع المعلومات القيمة الموجودة في هذه النوتس وبالتالي بناء على هذه المعلومات القيمة بيلجأ إلى المصادر وفي الآخر خالص يبتدي جونريừng اللي أنا عايزة اللي هو الأسطايمنت مثلا اللي أنا عايزة أو البحث اللي أنا عايزة وهنا شغال زي ما احنا شايفين خلص خلاص هنا أعطالي جدول المحتويات المقدمة الأسس الكهروكيميائية الحاجة اللي أنا طلبتها المقدمة الأسس الكهروكيميائية أعطاني شكل تدفق العملية الكهروكيميائية هنا للتآكل أيضا بالنسبة لأنواع التآكل في خطوط الأنابيب وتأثيراتها جدول مقارنة من أنواع التآكل في خطوط الأنابيب العوامل البيئية والمادية لسه بيجنريت بحث كامل متكامل بسورسز موثوقة أكاديمية أعطاني مخطط كمان في الآخر خالص في الوشارت المفروض والخاتمة هنا ممكن أعمل جنريت الانتر اكتف ريبورت هنا خلص هنا جنريت عشان يديني انتر اكتف ريبورت في الآخر دست على هذه الجزئية وطبعا أنت هنا محدود زي ما قلتلك ب30 نقطة بشكل يومي بيقول لي ان الانتر اكتف ريبورت ده حيكون جهز ما بين 3 ل 5 بقية تقدر تعمل شير لي والاستنتاج تقدر تعمل داون لود وتقدر تفتحه كحتمل وايضا تاخدو كوبي حاجة بصراحة جميلة جدا زي ما احنا شايفين لو رجعنا مرة تانية زي ما قلتلك انت عندك الشات تقدر ان انت تشات مع مجموعة مختلفة من النمازج وتقدر كمان ان انت تستخدم نموذجين وتشوف اي نموذج ادق فيه الاجابة سايد باي سايد ايضا متوفر داخل سايدر دوت اي اي وهنا بيبلغ كمان في كل نموذج انت بتستخدمه انت بتستهلك قد ايه فيه كمان تفعيل الثينك والسيرش موجود نيجي بقى للجزء بتاع الوايز بيز انا دلوقتي التأكل المعادن دا اصبح كده كأنه وايز بيز مساحة زي ما احنا شايفين اقدرنا انا اضيف عليها يبقى انا اروح للجزء دا وابتدي ان انا كل حاجة بقى عن تأكل المعادن هتكون موجودة عندي في الوايز بيز الخاص بتأكل المعادن وهكذا الاي اي ري سيرش مثلا انا لسه ما عملتش في اي حاجة ممكن برضو اي حاجة لها علاقة بالAI تكون موجودة وتقدر ترفع كمان ملفات لو انت حابب او تدخل لينك فيه بالنسبة لي create write كمان بيعمل لك essay يعني بيشتغل ك essay writer ممكن يكتب لك essay ولكن انا كنت حابة ان انا اركز على فيه هنا النقطتين المهمين بالنسبة لي الديب ري سيرش سواء كان جنرال او سكولر وكمان الشات وهو امكانية ان انت تستخدم نمازج كتيرة جدا وبيحط لك التكلفة يعني التكلفة تقريبا cost one credit لكل واحد من دول وانت بيبقالك 30 نقطة وبالنسبة لي cloud 3.7 بياخد اتنين او 3 بياخد 15 بحالهم ووفور مني بياخد 3 وديب سيك اتنين فحبيت ان انا برضو اعرض لك هذه الجزئية اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة عن سايدر اي 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 اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info tech for you وزي بقولك في نهاية كل فيديو تنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة ولكنت متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكمانت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته